اعقد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مؤتمراً صحفياً في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث حول آخر مستجدات الفيروس في المملكة وخلال المؤتمر أعلن الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة اتخاذ عدد من القرارات السباقية أهمها اعتماد المستوى الأصفر كحد أدنى لآلية الإشارة الضوية حتى الانتهاء من تطعيم ما نسبته 80% من الفئة العمرية البالغة 40 عاماً فما فوق بالجرعة المنشطة من التطعيم المضاد للفيروس من أجل الحفاظ على ما تحقق من تقدم ومكتسبات في التصدي لجائحة فيروس كورونا ونظراً لزيادة انتشار الفيروس المتحور دلتا في العديد من دول العالم إلى جانب ثبات فاعلية التطعيمات والجرعات المنشطة منه في تعزيز المناعة وحماية أفراد المجتمع من تداعيات الإصابة بالفيروس فقد تقرر بعد الحصول على موافقة اللجنة التنسيقية اتخاذ ما يلي استباقياً سيكون المستوى الأصفر الحد الأدنى لآلية الإشارة الضوية حتى الانتهاء من تطعيم ما نسبته 80% من الفئة العمرية البالغة 40 عاماً فما فوق بالجرعة المنشطة من التطعيم المضاد للفيروس للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة وعليه سيتم الانتقال للمستوى الأصفر بدءاً من يوم الأحد المقبل بإذن الله الموافق الأول من شهر أغسطس 2021 وبناء على ذلك وحتى تحقيق ما نسبته 80% من الفئة العمرية البالغة 40 عاماً فما فوق بالجرعة المنشطة للذين تنطبق عليهم شروط الجرعة المنشطة فسيتم بحسب نسبة متوسط الحالات القائمة الجديدة من إجمال الفحوصات الانتقال بين المستويات الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر فقط بحسب آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا